الذين يقصرون في حق الرسول صلى الله عليه وآله والأم عليهم الصلاة والسلام ولا يعتقدون بمنازلهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم من شأ تقصيرهم هو خلل في توحيدهم الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف أن الله قادر أن الله حكيم أن الله رحيم أن الله رؤوف سبحانه وتعالى إذا اعتقاده بالله كان اعتقادا صحيحا هذا الإنسان عقيدته بالرسول أيضا تكون صحيحة عقيدته بالآئمة أيضا تكون صحيحة والذين عقيدتهم في الرسول وفي الآئمة فيها خلل سببها أن توحيدهم فيه خلل يعني بس ما يشوف فضيلة للرسول أو للآئمة يقول هذا غلو معنى ذلك أنه لم يعرف الغلو لم يعرف التوحيد شنو حتى يعرف معنى الغلو الغلو هو أن تؤلح إنسانا أو تعطي لإنسان صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى أو تثبت فضيلة لإنسان من غير أن تكون تلك الفضيلة له هذه درجات مختلفة من الغلو بعضها يؤدي إلى الكفر وبعضها يؤدي إلى خلل في الاعتقاد إذا ما يعرف التوحيد شنو هو ما يعرف الغلو شنو هو وإذا لم يعرف الغلو شنو هو فضائل الرسول يعتبرها غلو فضائل أمير المؤمنين يعتبرها غلو واحد يجي مثلا ينكر رد الشمس تارتان يكون عنده بحث صغروي أنه هذا عنده يعني مثلا لم يثبت بالأدلة الصحيحة وكذا زيان هذا بمجال ولو أنه ثبت ذلك بالأدلة المعتبرة لكن واحد يجي يقول مستحيل هذا غلوفي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام هذا في توحيد خلل مثل ما واحد يقول مستحيل عيسى يحيي الأموات يصير ميت مات عيسى يحييه الله هو الذي يحيي الأموت كيف عيسى يأتي ويحيي الموت هذا الإنسان الذي ينكر إحياء عيسى للأموات هذا في توحيد خلل لأن الذي يعتقد بقدرة الله وبحكمة الله لا يرى مانعا بأن الله سبحانه وتعالى يكرم عيسى بأن يعطي هذه القدرة أن يحيى الأموات بإذن الله سبحانه وتعالى ليس استقلالا بإذن الله الذي ينكر عصمة الرسول صلى الله عليه وآله هذا في توحيد خلل الذي ينكر عصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام وينكر مقاماتهم هذا في توحيد خلل لذا الإمام عليه الصلاة والسلام علم الأئمة يرجعه إلى التوحيد لأنه إذا أنت عرفت التوحيد وعرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت صفات الله سبحانه وتعالى تعلم أن الأئمة لابد أن يكونوا عالمين وعدم علم الأئمة هذا خلل في قدرة الله والعياذ بالله خلل في حكمته والعياذ بالله خلل في رحمته في رأفته والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك وهذا إنزلاق مهم يجب على الإنسان أن يقوي توحيده ويفهم التوحيد شنو هو ولذلك تشوف الرسول صلى الله عليه واله والأئمة كانوا يركزون على التوحيد خلي يكون توحيدك صحيح إذا توحيدك صار صحيح بقية الأمور هم تصير صحيحة أما إذا توحيدك صار في خلل هل سواء خلل مخرج عن الملة يعني بالشرك والكفر أو خلل لا يخرج عن الملة وإنما من شأه الجهل فإذا صار هناك خلل كل العقايدة الأخيرة صار فيها خلل